كان حسن رجلاً ثقيراً يعمل في الزراعة كان يعيش في بيت صغير مع زوجته فاطمة وأولاده الثلاثة علي، أحمد، ومريم كان يكافح من أجل توفير طعام يومهم ولم يعرف معنى الراحة أو السعادة في يوم من الأيام كان حسن يحرث حديقة عندما شعر بشيء صلب تحت المحراف توقف عن العمل ونزل إلى الأرض لينظر ما هو فوجد صندوقاً خشبياً مغلقاً بالمسامير فتحه بصعوبة واندهش مما رأت كان الصندوق مليئاً بالذهب والجواهر والعنلات النادرة كان كنزاً ضخماً ربما يكفي ليعيش به حسن وعائلته مدى الحياة شعر حسن بالفرح والدهشة وظن أنه حلم لكنه سرعان ما استوعب أنه حقيقة فكر حسن فيما يجب أن يفعل هل يخبر زوجته وأولاده عن الكنز؟ هل يشارك به؟ هل يبلغ السلطات عنه؟ هل يتبرع به للفقراء؟ ولكن سرعان ما غلبته رغبة أخرى رغبة الجشع شعر حسن بأنه لا يستحق أن يشارك أحداً بهذا الكنز فهو من وجده وهو من يستحقه ظن أن زوجته وأولاده سيطمئنون وأن السلطات ستأخذه منه وأن الفقراء سيستغلون رحمته ويطلبون به فقرر حسن أن يخفي الكنز عن الجميع وأن لا يخبر أحداً به أغلق الصندوق وحمله إلى داخل بيته وضعه في غرفة نومه تحت سريره ثم غط المكان ببطانيع ليخفي أثره ثم خرج من الغرفة وأغلق الباب خلفه تظاهر بالبرودة واللا مبالات وذهب إلى زوجته وأولاده لم يخبرهم بشيء وتصرف كالمعتاد لكن في داخله كان يشعر بالسرور والطمأنينة سألته فاطمة ماذا فعلت في حديقتك؟ قال حسن لا شيء فقد حرفت الأرض وسقيت النباتات سأله علي هل تحتاج إلى مساعدة؟ قال حسن لا أنا بخير شكراً لك سألته مريم هل تريد أن تلعب معنا؟ قال حسن أنا مشغول اذهبوا والعبوا بعيداً عني كان حسن يرفض كل محاولات زوجته وأولاده للتقرب منه كان يريد أن يبقى وحيداً مع كنزه كان يفكر في كيفية استخدامه وماذا سيشتري به كان يحلم بالثراء والرفاهيات والمجد ولكن حسناً لم يكن يدرك أن هذا الكنز سيكون نقمة عليه وليس نعمة فبسبب جشعه بدأ يفقد كل شيء بدأ يفقد زوجته وأولاده الذين شعروا بالإهمال والحزن من تصرفاته بدأوا يبتعدون عنه ويكرهونه بدأ يفقد أصدقاءه وجيرانه الذين شعروا بالغرابة والشك من سلوكه بدأوا يتحدثون عنه بالسوء ويتجنبون التعامل معه بدأ يفقد صحته وعافيته فبسبب خوفه من فقدان الكنز لم يستطع النوم أو الأكل أو الراحة بدأ يصاب بالأرق والقلق والتوتر بدأ يشعر بالضعف والمرض ولكن رغم كل هذا لم يستطع حسن التخلي عن الكنز كان مولعا به ومهووسا به كان يحبه أكثر من أي شيء آخر في العالم كان يظن أنه سيجعله سعيدا ومحترما وناجحا ولكن في يوم من الأيام حدث شيء غير متوقع فبينما كان حسن في غرفته ينظر إلى الكنز بعيون مشتهية سمع صوت انفجار قوي خرج من الغرفة ورأى مشهدا مروعا كانت حديقته قد انفجرت واندلع فيها حريق هائل كان هناك رجال ملثمون يحملون أسلحة وقنابل كانوا لصوصا سمعوا عن الكنز وأردوا سرقته دخلوا إلى بيت حسن وبدأوا في تفتيشه رأى حسن زوجته وأولاده يصرخون ويبكون كانوا محاصرين في زاوية من البيت ويرهبهم النصوص كانوا في خطر شديد ويحتجون إلى مساعدة شعر حسن بالخوف والذعر وحاول إنقاذ عائلته ولكن قبل أن يصل إليهم وقفه أحد النصوص أشار إليه بمسدسه وقال له أين الكنز؟ أخبرني بسرعة أو أقتلك شعر حسن بالخوف والذعر وحاول إنقاذ عائلته ولكن قبل أن يصل إليهم وقفه أحد النصوص أشار إليه بمسدسه وقال له أين الكنز؟ أخبرني بسرعة أو أقتلك شعر حسن بأنه لا يستطيع فقدان الكنز فهو كل ما يملك في الحياة فهو مصدر سعادته وفخره وقوته فقال للسارق بصوت منخفض لا أعرف عن أي كنز تتحدث ليس لدي كنز إذهب بعيدا عني لم يصدق اللص كلام حسن وظن أنه يكذب فزاد من تهديده وقال له لا تكذب علي أيها الفقير نحن نعرف أنك وجدت كنزا في حديقتك نحن نريده وسنأخذه بالقوة فأخبرني أين هو أو سأضرب رصاصة في رأسك 4764 لن يستسلم حسن للتهديد وأصر على نفي وجود الكنز فغضب اللص وأطلق النار عليه أصابه في صدره وأرداه قتيلا سمعت فاطمة والأولاد صوت الرصاصة ونظروا إلى حسن رأوه يسقط على الأرض مغطا بالدماء صرخوا بالبكاء والحزن ونادوا باسمه ولكن حسنا لم يستطع الرد عليهم فقد فارق الحياة تركهم وحيدين مع اللصوص تركهم بلا حماية أو معونة تركهم بلا حب أو رحمة تركهم من أجل الكنز وهكذا انتهت قصة حسن والكنز قصة عبرة وحكمة قصة تعلمنا أن الجشع خطيئة كبيرة وأنه يؤدي إلى الخسارة والفشل قصة تعلمنا أن المال ليس كل شيء في الحياة وأنه لا يشتري السعادة أو السلام قصة تعلمنا أن العائلة هي أغلى كنز وأنه يجب أن نحافظ عليها ونشاركها بكل ما نملك